خاصة أنا فارس نومة ما تكلموش عن فكرة المستوى وراحوا لفكرة الفرص وكان بس مش قبل مباراة أتليتكو كان قبل مباراة بداية الجولة التانية اللي هي بعد مباراة أو بعد هزيمة الأهل أمام ساندونز المباراة مباراة الزهاب وبعد هزيمة الزمالك أمام الوداد فكان الأمور أن يبدو أن الفرقتين في حالة صعبة جدا وده حال القرى المصرية الفترة الأخيرة وبدأت ناس كمان تطلع تتكلم وتقول هي دي إمكانيات كرة القدم المصرية متناسين حاجة مهمة جدا أن النادي الأهلي هو بطل آخر نسختين في أفريقيا دوري الأبطال النادي الأهلي هو بطل آخر نسختين سوبر أفريقي آخر سوبر اطلع في الموسم ده تاريخ 22 ديسمبر يعني لسه من كذا شهر أن النادي الأهلي صاحب مداليتين برونزيتين وممثل أفريقيا في كاس عالم أنداء والمدالية البرونزية كانت في شهر فبراير وحضراتكم شفتوا أبعاد المشاركة في البطولة وإزاي النادي الأهلي حرم من نجوم كسر وخاصة إصابات وكان لعيبة مشتركة مع مشاركة مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا ومع ذلك قدر يتخطى منتري تعرض لهزيمة أمام بالميرس ولكن في النهاية فاز على فريق عريق في أسيا وهو فريق الهلال السعودي كنت السوقاء ضعف تقريبا قيمة النادي الأهلي وعنده محترفين كبار ولكن النادي الأهلي قدر يفوز عليه بربعية نظيفة في فكرة أن تصدر مشكلة زي ما صدرنا مشكلة في فكرة انخفاض مستويات بعض الحراس وهنتعرض لها خلال الحلقة إن شاء الله إن الشناوي تلقى هدف أمام سانداونز أو الشناوي تعرض لهدف الطبيعي في مستوى الشناوي اللي احنا نعرفه بيتصدى ليه فيبدأ يتساوى بخطأ واضح وصريح لأبو جبل وانخفاض وواضح وصريح وعدم تركيز من أبو جبل فيبدأ يتقال إن الحارسين بيعدوا تماما عن مستوهم لا حتى والشناوي بيبعد عن مستوى فهو له أفضلية عن كل حراس مرمى مصر ولكن ده المعالجة اللي تمت الفترة الأخيرة وفي النهاية أنت ممكن تكون بتطرح وجهة النظر وتكون مش مدرك لما هو قادم مش مدرك لأن النادي قادر إن هو يعني يفوق من غفوته سريعا زي ما حصل بطول الفاتي وتعادل مع فيتاكلاب وخسر من سيمبا التنزاني فأنت تجاهلت ده وتنسيت ده وتنسيت إنه بطل أفريقيا وبدأت تقول إن الأزمة صعبة جدا برغم إن النادي الزمالك تقريبا يعني نفس الظروف اللي حصلت لي السنة اللي فاتت تغير بس اسم الفريق السنة اللي فاتت الترجي الأمور أصبحت صعبة لكن النادي الآلي زي ما بنقول أمامه فرصة الفوز إن شاء الله وبإذن الله نلعب على الفوز برغم توقيت المباراة الصعب اللي يكون بعد عودة منتخب مصر من دكار نتمنى إن شاء الله يكونوا رجعين ببطاقة التأهل إلى كأس العالم بإذن الله إن شاء الله يعني يحصل وكمان عندك فرصة التعادل وكمان لقدر الله في حالة الهزيمة ولكن في حالة الهزيمة هيكون النادي الآلي بيمنح فرص صعوده لأقدام الغير وإحنا لم نعتاد على إن النادي الآلي يصعد بأقدام الغير أتمنى تكون الصورة واضحة لبعض من حول المساواة بين موقف النادي الآلي وموقف نادي الزمالك في بطولة أفريقيا لأن الموقفين مختلفين تماما ترجمة نانسي قنقر